بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد حكم القيء أثناء الصيام لو أن الإنسان عنده مشكلة صحية والمشكلة دي قالت به أنه يتقيأ وهو صايم هل في الحالة دي يفطر ولا ما يفطرش هل الصيام هنا يفسد ولا ما يفسدش في الحقيقة هنا بنفرأ بنحكتين هل القيء ده حصل عن طريق العمد ولا حصل غصبا عنه لو أن الإنسان تعمد أنه هو يتقيأ وهو صايم يبقى في الحالة دي الصيام بتاعه بيفسد ولازم يعيد اليوم ده ويقضيه بعد كده لكن لو الإنسان ده تقيأ غصبا عنه وهو مضطر عنده مشكلة صحية فاضطرت أنه هو يتقيأ غصبا عنه يبقى في الحالة دي الصيام بتاعه صحيح يكمل وما فيش أي مشكلة سيدنا النبي في الحديث الشريف بيقول من ذرعه القيد فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي يعني اللي تقيأ غصبا عنه فيه طعام خرج من معدته غصبا عنه هو مش متعمد يبقى ده ليس عليه القضاء من ذرعه القيد فليس عليه القضاء ومن استقاء عمدا فليقضي استقاء يعني هو بنفسه عايز يتقيأ هو عايز يخرج الحاجة دي بنفسه من بطنه يبقى في الحالة دي يقضي هذا اليوم بعد كده طيب كذلك بلع الريق بلع الريق ما فيهوش أي مشكلة خالص لأن ده أمر لا يمكن للإنسان أنه هو يحترز عنه وده أمر كلنا مضطرين ليه فبلع الريق في أثناء الصيام لا يفسد الصيام والله تعالى أعلى وأعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر